السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جميعا أولا نهنئ تنميذ سن خامس الذين اشهزوا الامتحانات اليوم نتمنى لهم توفيق كما نتمنى طبعا التوفيق لجميع المقبلين على امتحان الشهادة وامتحان البكارورية فيديو اليوم يندرج ضمن المراجعة الشاملة والنهائية للتحذير لامتحان الشهادة الذي دعت إليه منشورات كليك والتي تنسق مع مجموعة من خيرة الأساتذة في الجزائر وعلى رأسهم طبعا أستاذ الفاضل أبو شاكل العبودي والأستاذ الفاضل أحمد زادات سيد أحمد يعني أستاذ العربية وأستاذ العلم الطبيعية وغير ما من الأساتذة الأكفاء نحييهم جميعا اليوم سوف نتحدث قليلا عن الوضعيات الإذناجية لكن قبل أن نبدأ مذكركم بأني نشرت سابقا فيديو يتحدث عن أهم الأسئلة التي تطرح في امتحان الشهادة وهو فيديو مهم جدا جدا للوافدين الجدد الذين لم يشاهدوه بعض أنصحهم بمشاهدته تجدونه هنا في هالخانق القناة تضغط على قائمة بلايليست أو القوائم كما تجدونه أيضا في قناة منشورة كليك أو تكتب العنوان ببساطة وسوف يظهر لك هذا الفيديو على كله سوف أترك لكم الرابط في صندوق الوصف بالنسبة لمن يشاهده بعد الآن سوف نتحدث عن بعض الوضعيات الإذناجية تزايد عليها طلب طبعا هاجس أغلب التلاميذ الوضعية الإذناجية يجدون فيها صعوبات كثيرة لأسباب لا دعية لذكرها الآن سوف نبدأ بالترتيب احتراما لتسلسل الوحدات في الكتاب المدرسي لأنه في بعض الولايات هناك من بدأ بالمشروع الثالث ونبدأ بـ ونبدأ بـ لما أتحدث عن المشروع الأول ثاني ثالث أنا أتحدث عن الترتيب موجود في الكتاب حتى يفهم الإذناني الوحدة الأول الوحدة الأولى يتحدث عن 3 سيقنس حسنا يعني سنتناول هذه المواضح في الوضعية الإذناجية وفي حصة أخرى إن شاء الله سوف ننتقل إلى المشروع الثالث نصف لك نتحدث عن 3 أو 4 ميزات أخبار الأولى تدري هذه المواضح على الفيانين هي المواضح على الفيانين وفي حالات أخرى إنشاء الوحدة الأولي تعرضي للمشروع الثالث كيف تضع على زيارة تنظرة المعينات وفي حالات المواضح تضيف سوف نبدأ على الإصاب المشروع الثالث يا تصف نقرح للمشروع الثالث تقومون بتحميل النماذج وحفظها ومراجعاتهم وانتمرون عليها مثلا هذا تعبار عن حضور للمجاهية قنسين، المطلوب ترجمة لكتاب فردي شدت وانت تفكرونون خلال التحية يعني بعض الوصول كل جديد و جالبه وتريد ان تقنع آخرين بزياراتهم المطلوب هذا هو نطلق تسمح لك تخبره تركت تخبره تخبره تصف هذه المطلوب تلك المطلوب تحرم على زائرة كمثال فقط لتخبره هذا الوضعية يمكنك ان تحفظها مثلا او تتمرن عليها اذا طلب منك ان تتحدث عن اي منطقة جزائرية تحذف فقط اسم الولاية وتغيرها باسم ولاية اخرى سوف نرى كيف ذلك وعلى الحقيقة اوران يطلب منك ان تتحدث عن الجزائر وعاصمة الاجر تحذف هذه مثلا نتكتب مكانها الاجر sinon لايك نعرفian اوران اوران اهلا او او الوضع بي piedات من الاجر يعني او اي احد اصلاح املي مدون صاحب هذا يمكن ان انتطبق على العاصمة مثلا يمكن ان انتطبق على النبا و مده اخلا صاحب الاجراء سكيدا اثتاب أولاً، أوران هو مبارنة وديناميكة ويوجد تتحدث عن مدينة يمكن أيضاً أن نحذف مثلاً هنا تغيرها باسم المدينة يتحدث لك أن تتحدث عن مدينة معينة وهذا احتمال دائل في أغلب الأحيان تأتي الأسئلة بطريقة مثلاً تتحدث عن المنطقة يترك لك الإختيار أو عن طراث أو شيء من هذا القبيل ويوجد أمام مدينة ويوجد يتحدث عن المنطقة ثم، رائعها بالمدينة سمعان تحقق في العلاجين ويوجد تأتي المنطقة ويوجد تغير الجميع ويوجد تغير أمام مدينة كامل هنا، أعطى مثال لكننا نقول في الصفحة الحجاجية باستخدام البرائن كيف يبدأ؟ يبدأ بمقدمة في ذلك الوصول الوصول على مكاده للترحية خاصة هذا من جيدة الوصول أنه gasل الأرجع والسلاطية وهي المترجم هو المحل المحل هنا أنه قدام بس ممتازة أولاً الوصول الوصول أنه مفيدة نحن نعود بشكل نعلق وعندما نحن نعود نقدم الحوجج نقوم بمثال مثلا قلنا هنا وحكذا نتمم الفقرة تتمرن عليها يمكنك أن تغير المدينة كما سبق وقلت باسم المدينة أخرى وتكتب عدة مرات الفقرة حتى تتمرن هذا واحد من الأسرار التي تجعلك تتقن الوضعية الإذناجية إذا لم تستعمل القلم وتتمرن فإنه لا جدوى من الحفظ مثال ثاني يمكن تحفظ هذا العنوان وتغير فقط اسم منطقة إن طلب منك أو حد ذلك منطقة وتكتب نصب هذا الطريق دائما إذا طالما تتحدث عن منطقة حفظ مثلا إذا طلب منك أن تتحدث عن منطقة الصحرائية تكون توجد في التمجيل أو صحرائيا يعني موجودة في الصحراء كما سنقرأ هذا الوصف qu Инطقة وتضع وتثمي من نص بنفس الطريقة الحجج البراعين وتؤكد وجهة التي تحدثت عنها في المقدمة سوف ننتقل الوحدة الثانية للدوزيام سيكنس نذكر فقط البرمير سيكنس انسي ترى ديكوبرت دون ريجون لتيب دي تكست ديسكريبتيف نستعمل الوصف للإقناع لأنك تتحدث عن المنطقة وتريد أن تحوث الناس على الزيارة نمر للوحدة الثانية دون إطالة جنب دون إطالة ل pinky بالقناة المارأة في طورة الجزائرية Updance in Europe بالقناة المدازن دون ر aman لكن كمثال فقط كمثال فقط كمثال فقط كمثال فقط 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 تحقق التعديمات على التعديمات المدينة هذا يعني التعديمات المدينة 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 في كل نصوص من ذلك ونصب الناس يجب أن تختاره هي على شكل تالي هنا تضع الانوان ثم تنسي الوضع أو الوضع تنسي الوضع على رأيك تنسي الوضع على رأيك أو مثلا و تقدم رأيك مثلا كما رأينا في الناس الأول على سبيل المثال يمكن أن نقول أران أعتقد أن أرى أنه واحدة من أجمل المدن الساحلية أنت في العرض هنا سوف تثبيت هذا الرأي كيف تثبيت الرأي؟ يمكن أن تتعلم بأمتلا سوف تقول أن الوضع ان نقيا يمكن أن أعطي أمتلا عن هذا الوضع ثم يمكن أن تثبيت هذا الرأي الذي تحدث عنه في الوضع نحن نتعلم كمثال نحن نطلب تنسي الوضع دوران الغرية ، دوران الغرية ، دوران الغرية ، محطة عملية عملية في تحرير الجزائر هذه هي الأشياء التي يجب أن تتخلقها في العرب تقدم أمثلة أنت دائما نصيحة للتلميذ دائما أول شيء هو فهم المطلوب التقيد بالمطلوب البحث عن كلمات مفتاحية مثلا المطلوب هنا 3 arguments يجب أن تسطر على هذه الأمور ما هي وجهة الرأي التي تدافع عنها هو أن المرأة الجزائرية ساهمت في إنجاح الطورة أنجوة un grand rôle دوران la revolution بعدها تتخيل هذه الحقيقة مثلا شاهدت فيلم ثوري رأيت دور المرأة ماذا كانت تفعل المرأة كانت مثلا تحمل متفجرات في قفة وتضعها في أماكن محددة مثلا كانت تعمل كممرضة مثلا كانت تهتم بالمجاهدين من تحذير الأكل وتنظيف الملابس وغير ذلك لما تستحضر هذه الأمور تقوم بترجمتها باستعمال جمل بسيطة و الإبتعاد عن جمل معقدة ساة تدير سجل 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 جمل بسيطة هذا مثال لا يجب أن نتعرف لن تتكلم ببعض ببعض سجل 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 بعض العبارات والكلمات إذا تمرنت على نص معين تستعمله في سياقات مختلفة فقط عليك أن تكون ذكيا في التعامل مع المطلوب الثاني مصباح ثاني مصباح سجل 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 تقدم مصباح عن مصباح بحث سجل مصباح أو أو هذه أيضا يمكن ان تستغيل للحديث عن عدة اشياء مثلا هنا يمكن أن نتحدث للملايا يمكن أن نضيف مرة أخرى يمكن أن نضيف مرة أخرى يمكن أن نضيف مرة أخرى إذا طلب منك أن تحدث عن مثلا يمكن أن نضيف مرة أخرى إذا طلب منك أن تحدث عن كبير ماذا تفعل؟ تحذف فقط هذه وتعويدها بكبير هذه المرة أخرى تنتهي كما تفعل من نضيف مرة أخرى نفس المرة أخرى هنا كذلك تفعل مثلا كما تحدث عن كبير مرة أخرى يمكن أن تحدث عن كبير هنا نحن سوف تفعل كما تفعل مثلا لأنك تفعل صوري نحن نضيف مرة أخرى تغير فقط هاد الامر البسيطة ايه تترمين لتكست دابور سيتابي إكسرم تنهيات الى نهاية الى نهاية الناس نفس الامر تفعله تتمرن مثلا خذ هاد الناس وقم بتغير هاد الكلمات تغير الملايا دو كونسانتين تغير بعض الامر مثلا هنا من الملايا دو كونسانتين نوع الانغوب كابيل جون روج نحن تغير اللون تتغير امور بسيطة بها تتمرن هكذا نكون قد انهينا وضعيات الادماجية الخاصة بالمقطع الاول البروجه 1 كما قلت اتركوها لكم رابط التحميل في صندوق الوصف تتمرن عليها في فيديو آخر سوف نتحدث لاحقاً إن شاء الله عن وضعيات إدماجية أخرى المقطع الثاني لبروجه 2 سي توس كي رلاتف على فيولنس لسوليداريته لأكسابتاشن دلوتر ونتحدث أيضاً عن بعض الأمور نتعليقه ب كم نركز عن الأمور المهمة التي تتكرر في انتحان شهادة أنتم في نفس الوقت اتركوا لي في التعليقات أهم الأسئلة أو الأمور التي لم تفهموها إذا كانت لديكم طلبات معينة سوف أدرسها وحاول أن أتناول أغلب الأمور في الفيديوهات القادمة إن شاء الله في هذه الأيام القليلة التي تبقت لدينا إلى ذلكم الحين يعني إلى حين أن نلتقي في فيديو آخر أتمنى لكم توفيق مراجعة طيبة مثمرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته